وصلنا لفقرتنا التالية ورح ننتقل لعالم الطفل يلي ما فينا الدخول لأله إلا ما يكون في مفاتيح خاصة وأيضا فقرت ترجمة العمال الأدبية الموجهة للأطفال كتير بتحتاج إلى أديب صاحب موهبة وخبرة ويمكن خبرة مهمة بمجال التربية والأطفال يعني هون الترجمة هي ما أنا فقط ترجمة حرفية وإنما هي أقرب إلى الخلق الفني فينا نقول عنه رح نحكي شوي عن شروط الترجمة وخصوصا بعالم الطفل مع المترجمة ألا أبو زراري سعد صباحك أهلا وسهلا فيك سيدة ألا أهلا وسهلا فيك ألا يعني بالبداية استضفناك بمعرض الكتاب لكننا عم نحكي كان إليك كمان إصدار أو ترجمة رواية عالمية خلينا بالبداية نحكي عن الفرق بين ترجمة رواية الكبار وترجمة شي بخص الأطفال صح بالضبط على العكس ما بيتصور البعض ترجمة الأطفال أدب الأطفال سواء من ناحية التأليف أو الترجمة هو من أصعب أنواع الأدب لأن المترجمة عليه أنه ينطقي يعرف يختار النص بشكل جيد الاحترام عقلية هذا المتلقي الصغير يلي هو زكي كتير على فكرة أزكى مما نحنا نتصور نحنا عنا كمترجمين مهمة اختيار نص بيليق بذائقة هذا الطفل الصغير وهدفنا أنه نحنا إثراء مخيطة بكل ما هو جديد وجيد بالإضافة لعامل التسلية والمتعة والبساطة بالطرح كل هذه معايير وشروط وأمور نحنا نحاول أن ناخدها بعين الاعتبار لحتى نوصل نص سليم لهذا الطفل وخاصة طفلنا السوري فبالتالي بحس أنه أدب الأطفال كثير له أهميته الكبرى ولازم أنه يلاقي مكانه على رفوف كل العائلات السورية بمكاتبه الخاصة أثناء البحث عن نص الترجمي بخص الأطفال شو هي أكثر النقاط اللي بتركزي عليها؟ صحة أول شي مثل ما حكينا لازم النص اللي يوع بين إيديي اللي أنا أختاره دونا عن باقي النصوص يتمتع بعدة معايير تكون جيدة وسليمة أولا فكرة الطرح للمغزة لازم يكون فيه مغزة وعبرة أخلاقية سليمة بتتناسب مع معاييرنا وثوابتنا نحن كمجتمع عربي وصوري على وجه الخصوص هاي الأفكار اللي ممكن نحن نلاقيها أحيانا المترجم بيها بنص ممكن يكون فيه للأسف بعض الإديولوجيات السيئة المتسوسة اللي ما بينتبه له فهي مهمة كتير حساسة المترجم لازم ينتبه له بالإضافة لبساطة اللغة بساطة اللغة أبدا ما بتتعارض مع عمق المعنى في مجموعة إصاصية ترجمتها من فترة هي بارة عن سبع قصص وحبيت إجمعهم بمجموعة صغيرة للكاتبة الفرنسية سابين دالوان على كسمال بتصور القارئ بالرغم من أنه هي مؤدمة للطفل ولكن تلاحظ فيها أنه فيها بعد فلسفي هذا الشي غريب ممكن كون المتلقي طفل صغير ولكن الكاتبة قدرت من خلال اللغة البسيطة والطرح المشوق السلسل البسيط والسهل أنه هي توصلها للطفل وأنا قدرت أن الحمد لله من خلال الترجمة للغتنا الأم أنه حافظ على مستوى البساطة بطرح اللغة ولكن العمق بالأفكار اللي هي كتير بتحمل مغزى ومغزى أخلاقي كتير مهم وما ننسى الدور المهم جدا للصورة الملونة اللي تجي مرافقة للقصة هذه الصورة كمان بتلعب كتير دور كبير للطفل نحن ما لازم ننسى أنه هذا الطفل عايش بعصر الصرعة للأسف أطفالنا ما عندهم هاي الجلادة والصبر أنه يمسكوا كتابه وراد يؤروا والقراءة فهون بيجي دور الصورة المصورة اللي تجذب بالطفل وخصوصا هلأ بالدورة الثانية لمعرض كتاب الطفل لازم يكون القصص المصورة تجذب الأهالي حتى كمان يحصلوا على أكبر عدد ممكن من القصص المصورة لأطفالهم كل هاي معايير لازم نحن نراعيها كمترجمين لاختيار نص جيد لطفلنا نعم لكل عمر من الأطفال يمكن إن كانوا يعني سنة وراء سنة بتصير خيالهم أوسع أفقهم أوسع برأيك هل صحيح أنه نحن نحكي واقع ويمكن أمثلة من أرض الواقع من خلال اختيارنا للقصص أو للروايات الأطفال أو لازم نحن نضل عم نعطي دروس أو عبر تعليمية بعيدا عن الواقع مو قصة دروس ولكن على قصة أنه نحن كيف نختار هالشي القريب من واقعنا أو الشي البعيد برأيي أنا الخاص المترجم هو دائما بيقعد بمكان الجسر بين الثقافات والحضارات وبالتالي المترجم لازم يحاول قدر المستطاع ينقي شي جديد بعيد عن الواقع العربي دائما نحن نختار شي متطور من مبدأ نحن نروح نحو الآخر ونخلي الآخر يجيل عنا نحن هدفنا كمترجمين وكمؤلفين كمان للأطفال ننشأ جيل بيحترم الآخر بيتقبل الاختلاف لا خلاف بالاختلاف طالما هذا الاختلاف ما بيمس سوابتنا وقيمنا الأخلاقية اللي نحن ربينا عليها كمجتمع عربي محافظ فبالتالي المترجم مهمته أنه هو يختار شي ممكن يكون بعيد شوي ثقافة مغايرة شوي عن ثقافتنا مختلفة في أفكار جديدة تجديد بنمط الحياة لازم يتعرفوا الأطفال على ثقافات مختلفة بحضارات مختلفة وبالنهاية مثل ما قلتين احنا بعصر السرعة وبعصر السوشال ميديا وعم يتعرفوا هيك هيك الأطفال على ثقافات لا يتعرف عليها بطريقة كتير صحيحة عن طريق الكتاب يعني شكرا كتير لوجدك معنا أهلا ودائما نتمنى لك كل التوفيق وناطرين دائما كتش جديد بالترجمي بما يخص الطفل وأيضا للكتاب شكرا كتير لك شكرا كتير لك شكرا كتير لك شكرا لك